طيب البعض يردد أنه في البدء كانت الكلمة البعض الآخر يقول في البدء كانت الموسيقى البعض الآخر يقول في البدء كان الرقص إلى من ينحاز تلدي الرحبان للكلمة أم للموسيقى أم للرقص أنا بعتق ثلاثتهم كانوا سوا ولكن الكلمة موجودة والموسيقى موجودة مثلا بتقولي مين قبل الشاعر كتبها الغنية ولا اللحن كتبها لا هاي دي مرة بنحكي فيها نحن عم نقول في البدء كان الكلمة بس أنا بعتقد مترافقين مع بعض من البعض وده لأن طبعا لدي الرحباني يكتب ويؤلف ويلحن ويعمل توزيع موسيقي علشان كده حضرتك يعني بتعمل كل أنواع الإبداعات والفنون دي فعشان كده حبيت أسأل حضرتك هذا السؤال وبرضو عايزة أعرف أيهما الأقرب إلى روحك أو بتستمتع بمين أكتر وانت بتلحن ولا وانت بتعمل توزيع موسيقي ولا وانت بتألف أو تكتب تشوفي هلأ سيقبة أنه أنا بيكتب شعر ومؤلف موسيقي بس ولكن لما بدي أكتب أغنية مثلا عم نحكي عن أغنية مرات بيطلع اللحن لحن حلو بقعد أنا بذبط له كلام وأكترية الأوقات يعني ممكن فعلا اللحن حضرتك تذبط له كلام إذن اللحن يسبق أغنية لهمتي لهلأ ولكن متعة الكتابة ما بعادلها متعة يعني أنت بتكوني عم تكتب ما بتفكري أنا عم عم بيعتبر حالي مني مؤلف موسيقي إذا أنا كتبت الشعر بده يكون في ملحن يلحن هالكلام بس ولكن بيوضعي أنا لأنه أنا بنفس الوقت مؤلف موسيقي أنا وعم بيكتب الكلام ممكن يطلب معي اللحن ممكن مرات لا كلية مرات مروان بلحن مرات أسامة بلحن يعني مرات أي شخص آخر مش دروري يكون بالعائلة لا لذلك مرات كتير بتسمعي أغاني مشهورة كتيري بالوطن العربي ما بتعرف إنه هيدا الكلام كان موجود قبل ولا اللحن كان موجود قبل تعطيكي مسألة على ذلك أغنية عملناها نحنا بفيلم آخر الصيف لملحم بركات اسمه واحدة أنا رح أبقى واحدة ده الفيلم الغنائي اللحاك عملته أمروان رحمي أيوة هيدا كان مروان عامل اللحن قطع موسيقي قال لي شو رأيك بينا عمل لكلام معنى صعبة كانت ونعمل لكلام ونزلت كذلك الأمر بين لبيوت التونجوية اللي عملناها كمان لما نحب نفس الفيلم فمرات كثيرة بتلاقي رح أعطيكي مثل كمان يا أنا يا أنا أنا وياك هيدا اللحن مشهور مزبوط قام عاصر ونصور كتبوا يا أنا يا أنا أنا وياك صرنا القصص الغريبة يعني هو اللحن موجود قبل ولكن اللحن مجرد يعني بس موسيقى مش غنى للغنى طيب في الفيلم ده انتم تأثرتم بالتجربة الرحبانية السينمائية وهي تجربة غاية في الأهمية الحية الأخوين الرحباني تعاونوا مع يوسف شهين وفيروس في بيع الخواتم وعري بركات وتعاونوا أيضا مع هنري بركات في فيلمين بيت الحارس وسفر برلك اللي عمل مشكلة مع تركيا أنا داك وكان مستشارا فنيا لهم المخرج السينمائي الكبير كامل التلمساني كامل التلمساني أنا ربيت يعني ذكريات ما بتنمحها يعني التجربة السينمائية العظيمة دي استلهمتوها بقى في التجربة اللي انتم عملتوها شوفي بدي أليك شغلي آخر الصيف كان أول فشل إلنا كان أول عمل إلنا بدي أعتبروه فشل آه أكيد الإنسان ما بيتعلم إلا من أخطاءه يلي ما بيشتغل لأن انتم قارنتم نفسكم أكيد بالتجربة العمانية نحنا ما قررنا نحزة نحنا ما قررنا نحنا تقلك شو صار بآخر الصيف آخر الصيف كان مروان تخرج عمل مخرج وهيضا وأنا بلشت كنت عم بتعلم بعدني عم بتخصص بالموسيقى قال لي تعتني عمل فيلم المشكلة يوان إنه هيدا فيلم غنائي لما صدر بالسنة لألف وتسامية وثمانين كان لبنان بعضه في وضع حروب وخبطات الناس ما تقبلوا فيلم غنائي أولا يعني فيلم فيه أغاني قالوا لك مش وقته على العكس بوقت بياع الخواتم يعني قورنا هذا الفيلم بفيلم ساوندوف ميوزيك أو صوت الموسيقى العالمي بوقتك بوقتك كانت الأفلام الغنائية في العالم عندك مصر عندك الهند عندك أوروبا يعني هيدا كان شغلة أساسية الظرف كان مناسب الظرف أما بظرفنا نحنا فيه خلالين كان السبب الأول إنه نحنا ما درسنا كتير الفيلم يعني خلقنا خط درامي صغير وحطينا أغاني ضاعت القصة بين بين الأغاني وبين القصة لذلك انشهرت الأغاني ومحبه الفيلم يعني الأغاني انشهرت كتير وبيلك مثلا مشوار رايحين مشوار مع رنزة ووحيد جلال واحدة أنا بين البيوت لما طلبني الشباك القهوة المنسية كل هالأغاني كل هالأغاني انشهرت كتير ولكن كفيلم أنا بيعتبر أفشل شي عملناه جعنا بعد سنتين أخذنا السقر عملناها له بيروت يلي هو ميوزيك هول عملناها في المسرح كان وقته مع عصام رجي ومريم ورياض شرار